السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا للجزء الاول عربية اوتوماتيك بتكييف بسعر 50 الف جنيه الجزء التاني اللي عملناه اللي اتكلمنا فيه عن عربية اوتوماتيك بتكييف بسعر من 50 الى 70 الف جنيه وجبتلكم 10 عربيات في الجزء التاني وتكلمنا عن مواصفاتها ومميزاتها وعيوبها وسعرها لو عايز تشوف الجزء الاول والتاني هتلاقيهم في اخر الفيديو في شاشة النهاية وهحط اللينك بتاع الفيديوين في صندوق الوصف أسفل الفيديو ده الجزء الرابع وهنكمل فيه باقي العربيات في الفئة السعرية من 70 إلى 100 ألف جنيه وإن شاء الله هنكمل مع بعض باقي الفئات السعرية كلها لحد ما لقيت تفاعل أقل مع الفيديوهات وساعتها أعرف أني وصلت للجزء الأخير جبت لكم كل العربيات الأوتوماتيكي للتكييف من أسوأ العربيات والمعارض وآخر تحديث سعر لشهر يناير 2022 كل العربية هقول لكم سعرها من كام لكام وموصفاتها وللعلم الفرق في السعر هو فرق الحالة مش سنة الصنع ونصيحة بقولها دايما اشتري عربية حالتها محترمة وبلاش تسترخص الحالة هي أهم حاجة أهم كمان من سنة الصنع بنشوف عربيات موديل أديم أفضل حالا من موديلات أحدث وكشف على العربية في مركز صيانة أو محطة بنزين ولازم تكون العربية رخصتها سرية واشتري العربية بعقد مسجل شهر عقاري والدفع على رأس العقد في مقر الشهر العقاري طيب بالنسبة للناس اللي بتعلق الفيديوهات ويقولوا الأسعار دي مش موجودة يا سيدي المحترم السعر اللي في الفيديو ده سعر التنفيذ يعني من الآخر سعر اللي عايز يبيع فعلا مش سعر اللي بيحلم ولا اللي بيجس السوق ولا المتردد هتلاقي ناس عرضين عربيات 128 بسعر 60 و 70 ألف جنيه حضرتك عايز تشتري منهم اتفضل بالهانا والشف لكن ما تقعدش تفاصل معايا في الكومنتات وتقول لي السعر في الفيديو مش موجود أنا مش جاي بالأسعار دي من عندي أنا رضيت على كل الناس اللي بتشكك في السعر وجبت لكل واحد فيهم عشر لينكات لناس بيبيعوا عربياتهم بالسعر ده على مواقع زي وكونتاكت كارز وجروبات الفيسبوك وما سمعتش منهم أي ردة تاني الأجزاء اللي كنت بعملها زمان كنت بنزل بعد كل جزء فيديو إثبات أسعار واستعراض العربيات بتتبع بالسعر اللي في الفيديو على مواقع البيع وجروبات الفيسبوك وما حدش كان بيشوف الإثباتات دي وبرضو كان بيجيني نفس التعليم أنا متأكد إن كتابة الكومنت أسهل من البحث والناس وصلوا حاليا إنهم عاوزين العربية تجيلهم ديليفري مكسلين ينزلوا السوق ويسألوا لدرجة إنهم حتى مكسلين يبحثوا على الفيسبوك ومواقع البيع في الموبايل وأغلب اللي بيكتب كومنته بيشكك في السعر لا عاوز يشتري ولا يبيع بس كل الحكاية إنه عنده نوع العربية دي ومش عجبه السعر وشايف إنها تساوي أكتر أحب أقول لحضرتك كل واحد فينا نفسه يبيع عربيته بمليون جنيه لكن التقادم والعرض والطلب وظروف البلد هي اللي بتحكم في الآخر وتحدد سعر أي حاجة بتتبع في مصر والسعر اللي في الفيديو هو سعر التنفيذ أو السعر اللي بتتم بيه البيع وهو ده السعر اللي هتلاقيه موجود في السوق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي واللي موجود على مواقع الشيرة زي أوليكس كونتاكت كارز الأجزاء من 70 إلى 100 ألف جنيه هيكون فيها 40 عربية وطبعا مش هينفع نزلهم كلهم في جزء واحد عشان كده قسمتهم أربع أجزاء في الجزء هنا هنتكلم عن 10 عربيات بس وإن شاء الله خلال الأيام اللي جاية هكون خلصت الأربع أجزاء عشان ندخل في فئة سعرية أعلى أول عربية معنا كيا سيفيا موديل من 99 لسنة سعرها بيكون من 70 ل 75 ألف جنيه ساعة المحرك 1600 سي سي نائل الحركة أوتوماتيك بلد الصنع كوريا المحرك قدرته 108 حصان أقصى سرعة 180 كم ساعة مميزات كيا سيفيا نائل الحركة بتاعها قوي جدا وأداءه متميز ومتوافق مع المحرك العربية سابتة على السرعات العالية وفي الملفات وبتتحمل مشاق الصفر من ناحية العفشة الداخلية متينة وبتتحمل الطرق المكسرة مساحات التخزين الداخلية كبيرة في الأربع بيبان والشنطة الخلفية مساحتها 300 لتر المقاعد الداخلية للعربية وعجلة القيادة من الجلد تكيفها قوي بيغطي المساحة الداخلية كلها في وقت قصير ممكن تتحكم في عجلة القيادة في الارتفاع والانخفاض وتصميمها بيخلي رؤية العدادات واضحة جدا العربية فيها سنترلوك وإضاءة في التبلولة والأبواب أو الشنطة مفتوحة مساحة الرؤية كويسة جدا وتقدر تكشف 360 درجة وده بيسهل القيادة وخصوصا على المبتدين أيوب كاسيفيا الخلوص الأرضي بتاعها قليل جدا وده بيخلي العربية واطية وبتحك في المطبات العالية نزلت العربية دي فئتين فقط الفئة الأولى فيها تصاط الفئة التانية نزلت بجنوت وفتيس أوتوماتيك أربع سرعات العربية بطيئة في عارض بيعها وقطع غيرها غير منتشرة وفيه أجزاء هتلف عليها كتير من الفايبر الداخلي والخارجي والعفشة تانية عربية معانا كياس بيكترا من موديل 2000 إلى موديل 2005 بسعر من 75 إلى 90 ألف جنيه تم اصدار العربية دي بتلت أنواع من المحركات الأول 1500 سي والتاني 1600 سي والتالت 1800 تم اصدار العربية دي بناء الحركة أوتوماتيك أربع سرعات وواحد تاني يدوي خمس سرعات فتحة سقف في بعض الفئات تكييف باور ستيرنج إيرباجز إزاز كهرباء سنتر لوك شكل خشب أبانوس بمقصورة العربية الداخلية لبعض الفئات العربية دي نزلت في نسختين نسخة سيدان ونسخة ليفت باك أبعاد السيدان طولها 4 متر 51 سنتي عرضها متر 70 سنتي ارتفاعها متر 41 سنتي النسخة ليفت باك طولها 4 متر 52 سنتي عرضها متر 72 سنتي ارتفاعها متر 42 سنتي تم تزويد أضعها في عربيات كياس بيكترا أداء اللي هي موديل 2001 بمحرك بنزينة 4 سلندر سعته 1500 سي سي وبيولد قوة 95 حصان ويقدر ينتج عزم مقداره 132 نيوتن متر بترتبط بعض العربية دي مع ناقل حركة يدوي دي بتوصل سرعتها 181 كيلو متر ساعة وبتتسارع من صفر ل 100 كيلو متر ساعة خلال 13 سانية ومعدل حرقها للوقود 6 و 12 لتر لكل 100 كيلو متر بيرتبط بعضها بناء الحركة أوتوماتيك ودي سرعتها القصوى 175 كيلو متر ساعة وممكن التسارع من صفر ل 100 خلال 14 4 من 10 سانية ومعدل استهلاكها من البنزين 7 و 2 من 10 لتر لكل 100 كيلو متر مقطوعة بتضمن عديد من العربية سبكترا 2001 محرك بنزين 4 سلندر سعته 1600 سي بيولد قوة 107 حصان وبينتج عزم مقداره 136 نيوتن متر وبترتبط بعض العربية دي معناها الحركة يدوي بتنطلق من السبات لسرعة 100 كيلو متر ساعة خلال 12 1 من 10 سانية ومعدل مصروفها من الوقود 6 و 3 من 10 لتر لكل 100 كيلو متر والبعض الاخر من العربية دي بناء الحركة اوتوماتيك سرعتها القصوى بتصل 183 كيلو متر ساعة وبتستغرق 13 و 4 من 10 سانية للتسارع لسرعة 100 كيلو متر ساعة ومعدل مصروفها من البنزين 7 و 3 من 10 لتر لكل 100 كيلو متر المقطوعة بتحتوي افضل طرازات كاس بيكترا على محرك بنزين 4 سلندر ساعته 1 و 8 من 10 لتر ده بيولد قوة 128 حصان وممكن ينتج عزم 158 نيوتر متر بترتبط بعض الطرازات دي برضو مع ناء الحركة هادوي سرعتها القصوى 202 كيلو متر ساعة وتقدر تتسارع من صفر 100 كيلو متر ساعة خلال 10 أو 6 من 10 سانية ومعدل استهلاكها للبنزين 7 و 4 من 10 لتر كل 100 كيلو متر مقطوعة بعضها التاني مرتبط بناء الحركة اوتوماتيك سرعتها القصوى 182 كيلو متر ساعة وبتستغرق 11 و 9 من 10 سانية عشان توصل للميت كيلو متر ساعة ومعدل مصروفها من البنزين 8.5 لتر لكل 100 كيلو متر مقطوعة وميزات العربية دي ان تكيفها قوي بيشتغل في اعلى درجات الحرارة بكفاءة عالية وتبردها سريع وفيها تحكم في الازاز والميريات كهرباء ونظام كاسة سي دي وسمعات صوتها ناقي جدا عيوبها صوت المحرك عالي ومزعج خصوصا على السرعات العالية وانخفاض معدل دوران المحرك ده بيخلي العربية بطيئة نسبيا العربية مستبتة على السرعات العالية وخصوصا لو عربية كبيرة عدت جنبك العربية عفشتها نعمة بس مش بتستحمل الطرق الوعرة اغلب النسخ ما فيهاش فرامل ABS والكنبة الورا ضيئة وما فيهاش مساحة كافية لتلات اشخاص يعني لو واحد طويل مش هيا رفعات علشان ما فيش مساحة كافية للقدمين وفيه مشكلة كمان وهي صعوبة قراءة عددات السرعة العربية بطيئة في عادة بيعها وقطع غيرها غير منتشرة وفيه اجزاء هتلف عليها كتير من الفايبر الداخلي والخارجي والعفشة تالت عربية معانا الكيا شومة موديل من 1994 لحد 2001 ودي سعرها بيكون من 75 الف الى 80 الف جنيه العربية شكلها جذاب جدا ورياضي من النظر الاولى وميزات كيا شومة بتتمتع بخاصية السنترلوك فيها نقل حركة متوافق مع المحرك ونقلاته ثالثة جدا العربية صدها قوي وفيها دروع في الاوائم والسدر وده بيخليها تتحمل الصدمات محركة 1600 سي سي في تيس مانيو والخمس سرعات او اوتوماتيك 4 سرعات محركة 4 سلندر قدرته 101 حصان سرعتها القصوى 186 كم ساعة والمحرك بتاع الاقتصادي في استهلاك الوقود بيستهلك 6 لتر لكل 100 كم مقطوعة العربية متوفرة من خلال جنود مقاس 15 بوصة بتوفر سباة وقوة عالية خاصة على الطرق السريعة والعربية بتوفر خاصية طيل مقاعد حسب الرغبة رفع اوتوماتيك للازاز كهرباء مساحة الشنطة الخلفية بتاعتها 350 لتر وتجويف الشنطة الخلفية منخفض وبيسهل دخول وخروج الشنط مساحات التخزين كتير جدا وتصميم التملو بتاعها بسيط لكن سهل في التعامل النظام الصوت بتاعها محترم جدا CD و AOX فيها تكيف عالي الكفاءة بيغطي المساحة الداخلية بسرعة العربية شكلها رياضي ومساحتها الداخلية كبيرة وكل الركاب الخمسة بيقعدوا مستريحين مهما كانت اطولهم العربية عريضة وزنها كبير وده بيديها ثبات عالي في الملفات وعلى السرعات العالية مساحات الرؤية واسعة من خلال الجهة الامامية او الخلفية عيوب كيشومة العربية بيخرج منها عوادم كتير جدا بطة بلدي في السرع والتصارع عشان وزنها كبير الخلوص الارضي قليل وده بيخليها بتحك في المطبطة العالية بطيئة في اعادة بيعها قطعة غيارها غير منتشرة وفي اجزاء هتلف عليها كتير من الفايبر الداخلي والخارجي رابعة عربية معنا هي الكيا ريو 2004 وسعرها بيكون من 85 إلى 95 ألف جنيه طرحت شركة كيا 3 اصدارات من طراز ريو التلاتة اوتوماتيك اصدار LX نيوشيب سيدان 1.618 لتر ال HL او الهاي لاين نيوشيب سيدان 1.618 لتر و L-EX نيوشيب سيدان 1.618 لتر العربية كيا ريو 2004 نزلت ببعاد وسط ما بين العربية السيدان والهاتشباك وكان طولها الكل حوالي 4 متر 30 سنتي وعرضها متر 70 سنتي وارتفاعها الكل متر 40 سنتي وطول قاعدة العجلات 2 متر ونصف بساحة التخزين متوسطة في الشنطة الخلفية 387 لتر بالاضافة لبساحات تخزين كتيرة جدا داخلية في الأبواب والتابلو والكونسول العربية 4 سلندر 16 صباب بتاح 1600 سي سي بقدرة 123 حصان عند 6000 لفة في دية وعزم دوران 151 نيوتن متر عند 4850 لفة في دية محركها متصل بناء الحركة أوتوماتيك من 6 سرعات ومعدل التصرف العربية دي يعتبر متوسط 10 و 7 من 10 سنية للوصول لسرعة 100 كيلومتر ساعة سرعتها القصوى 180 كيلومتر ساعة مميزات كيا ريو إزاز كهربها في الأربع ببانو تحكم فيه بلمسة واحدة العربية مزودة بتقنية إيموبلايزر شكلها انسيابي ورياضي اقتصادية في استهلاك البنزين قطع غيرها متوفرة وأسعارها معقولة المساحة الداخلية بتاعتها معقولة جدا لعدد 4 أشخاص فقط مساحة الشنطة الخلفية مناسبة عيوبها إن عفشتها نشفة نسبيا في المطباط وسحب العربية بتأثر بتشغيل التكييف لو أنت طويل وهترجع الكرسي الورا اللي قاعدة وراها هتبقى دقيقة جدا الخلوص الأرضي للعربية بيعتبر قليل وده بيخليها بتحك في المطباط مع التحميل من انتاج شركة متسوبيشي حقنة الكتروني متعدد للنقاط سعر التريب بتاعتها 1584 سي سي أقصى قدرة 102 حصان عند 6000 لفة في دقيقة أقصى عزم دوران 140 نيوتن متر عند 2750 لفة في دقيقة طولها 4 متر 46 سنتي عرضها 1 متر 74 سنتي ارتفاعها 1 متر 42 سنتي طول قاعدة العجلات 2 متر 60 سنتي وزن العربية الكل طنه 175 كيلو جرام وسعة خزان الوقود بتاعها 60 لتر تصاروها من صفر المئة كيلو متر ساعة ده لنائل الحركة اليدوي و14.7 سنية لنائل الحركة الوتوماتيك سرعتها القصوى 186 كيلو متر ساعة لنائل الحركة اليدوي و181 كيلو متر ساعة لنائل الحركة الوتوماتيك معدل استهلاكها للوقود 6.11 لتر مع نائل الحركة اليدوي و6.5 لتر مع نائل الحركة الوتوماتيك مميزاتها تكييف الهواء بتاعها قوي إزاز كهرباء أمامي وخلفي فيها نظام غلق مركزي للأبواب والشنطة مع انظار بدون مفتاح. باور ستيرنج قوي جدا. امريايات كهربائية. امكانية فتح الشنطة وتانك البنزين من الداخل. فيها زبط الكتروني لمستوى ارتفاع انوار الكشافات الامامية في بعض النسخ. في انظام اي بي اس في بعض النسخ. في عدد اتنين وسادة هواية برضو في بعض النسخ. كشافات شبورة امامية. فيها فرش جلد في بعض النسخ. مساحية الداخلية كبيرة وبتاخد خمس اشخاص بالغين. العربية موفرة في استهلاك الوقود. هيبهى ان قطع غيرها قليلة. سالسة عربية معانا هي البروتون ساجة من موديل الفين وعشرة الى الفين واثناشر. دي سعرها بيكون من تمانين الى تسعين الف جنيه. العربية نازلة بمحرك سعة الف تلتمائة ومسين سي سي بيولد قدرة اربعة وتسعين حصان. عن ستة الاف لفة في دقيقة. اه المحرك ده متصل بناء الحركة يدوي او اوتوماتيك. قوة المحرك مع وزنة العربية اللي هو واحد طن تلتمائة وخمسين كيلو جرام بيخلي تسارعها معقول. ابعادها الطول اربعة متر خمس عشرين سنتي. عرضها متر تمانية وستين سنتي. ارتفاعها متر خمسين سنتي. مساحة التخزين الخلفية ربعمية وتلاتاشر لتر. وساعة خزان الوقود اربعين لتر. مميزاتها ان سحبها قوي وتسارعها معقول. مش هتلاقي فيها عيوب من ناحية المحرك. العربية مزودة بنظام تعليق مميز من الشركة الماليزية. وتم تعديل نظام تعليق ده عشان يناسب كل الطرق وخاصة الطرق المصرية. الخلوص الارض ستاشر سنتي. وده بيخلي العربية بتتفادى المطبات في مصر. جودة التأفيل ونعمة العربية وقدرتها على التعامل مع الطرق. ده شيء كويس جدا. وابعاد العربية المناسبة للقيادة. شكلها الخارجي بسيط. العربية مزودة بوسائل امان اه افضل من باقي العربية المتاحة في السوق المصري في نفس الفئة السعرية. هتلاقي فيها وسادة هواية للسائق. احزمة امان سلاسية التثبيت. نظام ايموبلايزر للحماية من السرقة. فراميلها عادية لكن قوية جدا. كراسي امامية قبلة للتعديل في الارتفاع وعجلة القيادة سالسة في التحكم. مساحيتها الداخلية جيدة وبتكفي خمس اشخاص متوسطين للحجم او اربع اشخاص بالغين طوال ومساحات التخزين كتيرة جدا في العربية. عيوبها ان التصميم الداخلية تعبان شوية وكمان قطع الطابلو الامامي كتيرة. ومتجمع مع بعضه. ده بيخلي العربية بتطلع اصوات من الطابلو. اه لو مساميره مش مربوطة كويس. خمات العربية الداخلية من البلاستيك المقوى والصاج الخفيف. اه الهيكل الداخلي من الحديد عشان يعزز الامان في العربية. على مستوى الخمات العربية متوسطة. عدم انتشرها في السوق المصري يخلى اعادة البيع بتاعتها سيئة. اه ارتفاع مصاريف تشغيلها بسبب استهلاكها للبنزين المرتفع. ما بتعتبرش البروتون ساجة من العربية الاقتصادية. قطع اه غيارها غالية ومش متوفرة بشكل كبير خارج التوكيل. اه الاداء والتصارع ضعيف على الرغم من وجود محرق قوي. مساحة المقاعد الخلفية صغيرة بسبب وجود نفأ للفتيس. وده بيخلي المقاعد الخلفية بتناسب شخصين بالغين وبينهم طفل صغير. سابع عربية معانا البروتون جين تو موديل اه من الفين وستة لالفين وتسعة بسعر من ثمانين الى خمسة وتسعين الف جنيه. نزلت بروتون الماليزية بشاسيم الميتسوبيشي ومحرك الف ستمية سي سي بقدرة مية وعشر احصان عند اربعة الاف لفة في دية. المحرك ده موفر في استهلاك الوقود الى حد ما لكن صوته عالي على السرعات الكبيرة. وكمان بتقل قدرته مع الاستخدام وبيقل عزمه. اه طولها اربعة متر واحد وتلاتين سانتي عرضها متر اتنين وسبعين سانتي ارتفاعها متر اربعة وتلاتين سانتي. اه وزنها طن وتسعين كيلو جرام. مميزاتها ثباتها عالي جدا في الملفات وعلى السرعات الكبيرة. العربية سريعة ووزنها معقول. بتوفر في استهلاك الوقود. تكيف الهواء بتاعها قوي. وفيها راديو سي دي وازاز كهرباء وسنترلوك. عيوبها نظام التعليق بتاعها سيء على الطرق المكسرة واعطاله كتير. وتصميمها الداخلي بداي جدا ومش مريح ولا سهل في التعامل. نزلت العربية في مصر بموديلات ما فيهاش وسائل امان زي الوسائد الهوائية او الفرام المنع للانغلاق. قطع غيار بروتون جين تو مش متوفرة وكمان اسعارها مرتفعة بالمقارنة بالكوري والياباني. صيانتها معقدة ومش هتلاقي ميكانيكية كتير يعرفوا يشتغلوا فيها وده بيضطر ملكها للتعامل مع التوكيل اللي طبعا بيستغل الفرصة ويغلي اسعار الصيامة. عزم العربية جيد على السرعات العالية لكن في بداية الانطلاق بيكون العزم ضعيف. ضعف مستوى التقفيل اللي بيتسبب في ظهور اصوات كتيرة من الصج والفايبر الداخلي والخارجي. العزل فيها سيء وهتسمع صوت المطور والناس اللي في الشارع. اه مقاعدها الخلفية دايقة بسبب نفق الفتيس اللي واخد حيز كبير جدا من المساحة الداخلية. اعادة بيع الموديل ده من بروتون جين تو سيئة. تامن عربية معانا هينداي فيرنا من الموديل الفين واربعة الى الفين وحداشر. وسعرها بيكون من تمانين الى مية الف جنيه. نزلت الفيرنا بمحرك الف ستمية سيسي قدرته مية وستة حصان مع وزن طن وربعمية وخمسة كيلو جرام. ده بيخلي العربية سريعة في فئتها. ومحركها اه بناء الحركة عادي او اوتوماتيك. سرعتها القصوى مية وتسعين كيلو متر ساعة. نظام التعليق بيوفر العربية المرونة المطلوبة على الطرق. لكن اه وجهت فيرنا بعض العيوب في عدم قدرتها على السبات بسبب العجلات الرفيعة وخفة وزناها. وكل اللي بيشتري فيرنا بينصح بتغيير العجلات بعجلات تانية عريضة عشان توفر السبات. والمشكلة الاكبر هي عدم القدرة على الفرمرة في وقت قصير. العربية بتشيل اربع اشخاص بالغين بشكل جيد. طولها اربعة متر اه ستة عشرين سنتي. عرضها متر تمانية وستين سنتي. ارتفاحها متر اربعين سنتي. مساحة التخزين الخلفية تلتمية اربعة وتلاتين لتر. تسراعها ممتاز. سعر اعادة البيع جيد جدا. وسرعة اعادة البيع ممتازة. فيها تكيف هوا. فيها ازاز كهرباء امامي وخلفي. فيها باور ستيرنج. سنتر لوك بريموت كنترول. مصابيح ضباب امامية. راديو سي دي. اربع سماعات. احزيمة امان. مقعد السائل قابل للتعديل في الارتفاع. آآ قليلة الاعطال وخطع غيرها متوفرة في كل مراكز الخدمة. وعند كل تجار قطع الغيار. موفرة في استهلاك الوقود. عيوبها صاجها ضعيف. سباتها سيئة على الصورات المتوسطة والعالية. وسبات صفر في الملفات. وتعتبر من اكتر العربات اللي بتتقلب في مصر وحوادثها مميتة. على قد الواقع آآ ما تمش اختبار الفيرنا في اي مكان. من اي مؤسسة عالمية. العربية ما فيهاش اي وسائل امان وتعتبر خطر وغير امنة. مساحة التخزين صغيرة نسبيا والفرش الداخلي غير جيد. ضعف الفرامل وضعف منظومة التعليق مع السرعة العالية. المقاعد الموجودة فيها سيئة ومش مريحة وكمان مصنوعة من خمات رخيصة. الخلوص الارضي قلين وده بيأثر على راحة الركاب وخصوصا في الطرق المتعرجة آآ الغير ممهدة. المكايف بتاعها ضعيف ومش بيوصل للركاب في المقعد الخلفي. وكمان بيأثر آآ على المحرك خصوصا في السرعات العالية. نايل حركة خشن وغير متوافق مع المحرك. تاسع عربية معانا في الجزء ده هيونداي جيتس 2011 بسعر خمسة وتمانين الى تسعين الف جنيه. عربية شبابية بتصميم سيابي صنعتها شركة هيونداي في الفترة من الفين واثنين لالفين ويحداشر. وتم تسويقها في الاسوق العالمية عدا سوق الولايات المتحدة الامريكية وكاندا والصين. اتقدمت عالميا في نسخ هاتشباك بتلت ابواب وخمس ابواب. طلع عليها اسماء كتيرة حسب الدولة. فمثلا سموها في السوق الكوري. وجيتس دوج بريسا في فنزويلا. وتوفرت في مصر في اربع اصدارات. اتنين مانوال واتنين اوتوماتيك. ودي بتعتبر عربية مناسبة للمدن وللحركة الخفيفة حجمها صغير بيديها امكانية المنورة في المدن ببساطة والركن في اماكن دايئة. نزلت بمحرك سعة الف وميت سي سي جي اس اي بقوة خمسة وستين حصان عند خمسة وخمسة وميت لفة في ديئة. وعزم دوران ستة وتسعين نيوتن متر عند تلات تلاف ومتين لفة في ديئة مع ناقل حركة مانوال. العربية اقتصادية في استلاك الوقود بواقعة ستة ونص لتر لكل ميت كيلو متر. والمحرك ده نزل في موديلات الفين واربعة والفين وخمسة. ونزلت بمحرك تاني سعة الف تلتمية سي سي. وفي النسخ الاحدث نزلت بمحرك سعة الف ستمية سي سي اربعة سلندر بقوة مية وخمسة حصان وهو نفس المحرك اللي في موديلات الفيرنا والماتريكس. وكان نازل بناء الحركة اوتوماتيك اربع سرعات او مانوال اربع سرعات مع خزان وقود سعة خمسة واربين لتر. طولها تلاتة متر اتنين وتمانين سنتي عرضها متر ستة وستين سنتي ارتفاعها متر تسعة واربين سنتي وقاعدة العجلات بطول اتنين متر خمسة واربين سنتي. اما مقصورتها الداخلية هتلاقيها شكل العربات السوبر ميني. وتصميمها الداخلي مميز رغم ان حجم العربية صغير من الخارج لكن الصالون الداخلي واسع ومساحة التخزين الخلفية متوسطة لدرجة ان ملاك العربية بيقولوا ان مساحة الداخلية اوسع من الفيرنا وبتستوعب خمس ركاب بشكل جيد والمقاعد بتاعتها مريحة وقبلة للتعديل ووضعية التحكم في العددات وباقي وظيف العربية سهلة اما مستوى الرؤية جيد جدا لكل الزوايا وابعدها سهلة الحفظ والتعود بتتميز بخمات جيدة للتابلو والابواب والمقاعد مع امكانية طي المقاعد الخلفية وتحريك اه الظهر للمقاعد للخلف مع مساند اه راس قبلة للتحرك في المقاعد الامامية وخلفية وميزاتها محركها قوي والعربية سريعة وسوائتها نعمة وسهلة في المنورة وسحبها عالي والتصارع جيد جدا تكيفها قوي وما بيأسرش على السرعة فيها نظام صوت راديو سي دي ام بي سري دي جيتال مع سماعات في البيبان صيانتها سهلة وقطع غيرها متوفرة كوري وصيني لان المحرك المستخدم فيها موجود في كتير من موديلات يونداي زي فيرنا وماتريكس الخلوص الارضي كبير وده بيخليها بتتفادى المطبط بتتميز بالشكل الرياضي بتعتبر من العربية الجيدة في سوق المستعمل وعليها طلب كبير وسعر عادة البيع جيدة جدا والمميزات اللي بتخلي سوقها ماشي المحرك القوي الالف ستمية سسي والتصارع الجيد وسرعتها والتكيف القوي والحجم الدخل الجيد ورأي الناس اه المحترم فيها عيوبها رغم انها مميزة في امور كتير لكن يعيبها ضاعف عوامل الامان لانها بدون وسائد هوائية او فرامل اي بي اس والكلام ده في النسخ اللي نزلت مصر بس اما اللي بتبتع في باقي دول العالم فيها كل وسائل الامان العزل بتاعها سي بسبب قوة المحرك مقارنة بحجمها وصوت المحرك بيبقى اعلى من صوت الراديو على السرعات العالية قطع غيرها سعرها مرتفع بعض الشي وهتلف شوية عشان تلاقيها وخصوصا قطع غير العفشة سباتها متوسط على السرعات العالية من مية واربعين كيلو متر وانتطالع وفي المطبط الهوائية مع الجنود الصغيرة لكن لو ركبتلها جنود خمستاشر بوصة بتزبط السبات عفشتها رياضية نشفة خاصة في المطبط عشر عربية معانا والاخيرة في الجزء ده هي الجيل ايميجراند موديل الفين واربعتاشر وسعرها بيكون من خمسة وتسعين الى مية الف جنيه نزلت ايميجراند بمحرك سي في في تي دي او اتش سي ساعة الف خمسمائة سي 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 ستاشر سباب بقوة مية وسبعة حصان عن ستلاف لفة في دية وعزم دوران مية واربعين نيوتون متر عند ربعتلاف لفة في دية وسرعتها القصوى مية خمسة وستين كيلو متر ساعة مع نسبة استهلاك وقود آآ ستة لتر اللي كل مية كيلو متر مع صندوق التروس المانيول آآ من خمس آآ سرعات امامية ووحدة خلفية والعربية بتشتغل بنظام الجر الامام خزان الوقود بتحها ساعة خمسين لتر ابعدها طول اربعة متر تلاتة وستين سانتي عرض متر تمانية وستين سانتي ارتفاعها متر سبعة وربعين سانتي قاعدة العجلات بطول اتنين متر خمسة وستين سانتي مع خلوص ارضي ستاشر وسبعة من عشرة سانتي اقل قطر دوران خمسة وربع متر والوزن طن ومتين وتمانين كيلو جرام مساحة الشنطة الخلفية ستمية وتمانين لتر بالنسبة للعفشة في التعليق الامامي ماك فرسون والتعليق الخلفي عمود وزراع عزم مميزاتها انها متوسطة في استهلاك الوقود حجم الصالون الداخلي واسع ومناسب لتواجد خمس ركاب بشكل مريح لكن لازم يكونوا من اصحاب الحجم المتوسط بتتمتع بعددات جيدة باضاءة مميزة قطع الغيار بتاعتها منتشرة بصورة كبيرة داخل وخارج التوكيل واسعارها مناسبة العربية مريحة في المطباط وفي الملفات الجيل ايميجراند سبعة عربية منتشرة جدا في سوق المصر وحققت مبيعات كبيرة عشان كده اعادة البيع بتاعتها سريعة الفرامل في بعض النسخ ابوابها مدعمة باطبان حماية ضد الصدمات الجانبية فيها وسطين هوا للسائق والراكب الامامي فيها جهاز انزار منع السرقة زائد ايموبلايزر افل مركزي بريموك كنترول افل حماية الاطفال في الابواب الخلفية غلق الابواب عند السرعة العالية احزمة امام امامية وخلفية سلسية التثبيت مع تحزير من عدم الربط تحزير عدم غلق الابواب او ترك انوار العربية في حالة نسيان مفتاح السيارة بالداخل خزان وقود مضاد الانفجار والتسريب تثبيت مقعد اطفال بالرف الخلفي العربية مع احزام امان مصابيح الضباب في الاكسدام الخلفي فيها بارك سنسور عزل داخلي للكبوت عيوبها اغلب المشاكل بتتعلق بقدرة العربي على السحب مقدرش اقول انها عربية سريعة او قوية على الطريق وبتظهر المشاكل زي ما بيقول اه ملاك الامجراند في مطالع الكباري مقاعدها مش مريحة لانها عالية وغير مارينة والخمات الداخلية في المقصورة رخيصة في حالة التحميل علوها عن الارض ما بيبقاش كبير وبالتالي بتحك في المطباط ارتفاع العربي عن الارض بيقل اكتر مع تحميل الخمس ركاب والشنط وبتسبب في انها بتحك في كل المطباط سببتها سيئة على السرعات العالية فوق المية وعشرين كيلومتر ساعة في مشاكل وشكاوة كتير بخصوص الصدى خاصة في موديلات 2014 وبسبب مشاكل في العفشة العربية دي بتتعرض الحوادث بسبب انكسار محاورها او عجلاتها دي كانت اخر عربية معانا في الجزء ده الجزء الخامس هيكون فيه عشر عربيات هنشرح هم بالتفصيل المهم في نهاية الفيديو اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة احط لكم الجزء الاول والتاني العربات المستعملة الوتوماتيك بسعر خمسين وبسعر من خمسين لسبعين الف في شاشة النهاية اللي هتظهر في اخر الفيديو هشوفكم على خير سلام اشتركوا في القناة